نزل اياما الدكتور محمود ابن نصر في ست محافظات وكانت الامارات العربية قدمت ما يقرب من مليون تابلت هداية لمصر وتوزع بالتجربة اللي ما يتمه متابعتها لكن هو نجح يعني التابلت ده عبر عن ايه عبر عن جهاز الجهاز ده بنحمل عليه المواد التعليمية زي ما قال الدكتور طارق شوقي بالاضافة الى ان بنحمل عليه التجارب المعملية اللي الطالبهم ما يقدرواش يملوها في المدارس فبيحل مشكلة برضو المعامل وعدم موجود معامل وعدم موجود متاريلا ومهد اساسي كل ده يبقى على الجهاز اه ده كله الجهاز لا اناقول سابق الجهاز بيحملوا عليه المواد التعليمية دي فقط اللي هي البرامج التعليمية وفي خاصية تمنع الطالب ان هو يستخدمه في غير هذا الهدف انه يستخدمه في غير هذا الهدف طبعا عشان هي بتقول نا فيش خلنا بنشيبه ونلعب جيمزة عليه لا 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 خلاص الحالة التانية الحالة التانية ان التابلت هيتصل ببنك المعلومات بنك المعلومات ده اكبر مكتبة الالكترونية موجودة حتى الان في مصر وفي دول العربية وانا ما يكون في العالم هذا هذه البنك المعلومات ده فيه التجارب المعملية فالطالب يخش يشوف التجارب المعملية بتاعوله السنوي الطالب يخش يشوف المواد التعليمية الطالب يتواصل مع موقع تواصلي في وزارة التربية والتعليم يحل مشكلاته سواء المدارس او ولي العمر يعني فيه تلك جهات مهمة جدا الوزير المهتم ديها الطالب وولي العمر والمعلم المعلم هيتم تدريبه وبيتم تدريبه الان طب عشان أستاذ رفعت بقولك الناس مش مهيئة أنا على وعي باللي بيحدث ولذلك يعني أنا بتكلم بثقة وعندي أمل أن هذا الملامح التطويرية دي مبنية على أساس التقوم التراكمي إحنا في كلية التربية طب تخلوا أسمين معنا عشان هي يعني انطبق على ده هسمع أنا أطمنها أنا أطمنها يعني بص يا أستاذ أسمين أنت هابع معاك الكتاب المدرسي بالإضافة إلى التابلت مش التابلت بتعوض عن الكتاب المدرسي حليف وليس خليف الكتاب المدرسي حليف للتابلت وليس خليف للتابلت فمعاك الكتاب المدرسي وانت بتلعبي على التابلت بتتذكري حملية شل الكتب والورق والكلام ده موجودة قدامك بطريقة أسهل بتتواصل مع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم تتواصل مع معلمين ومع أسازة وخبراء يحلولك أسئلتك ومشاكلك اللي أنت بتقوليها كأن فيه مدرس خصوصي بالبيت نمرة ثلاثة أنت كل الفيزياء والكيميا والإحياء التجارب اللي موجودة فيها اللي أنت ما بتطريش تعمليها في المدارس وأستاذة ماليكة خليكي معاين برضو اللي أنت مش موجودة في المدارس هتخشي بالتابلت على بنك المعلومات هتجدي هذه التجارب موجودة هتعمليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتفهميها لأن التعليم الآن أو الفكر الجديد اللي هو بنقله بطريق شوقي وهو ما بشغلش لوحده ده فريق كبير من الخبراء الدوليين المصريين كلهم مصريين وكلهم دوليين اللي بشتغلوا معهم وهو قال مبارح أن البنك الدولي اعتمد هذه الخطة وما كانش ممكن يعتمدها إلى إذا كانت بطريقة البنك الدولي بدأها 500 مليون دولار لمرحلة الابتدائية ولتدريب المعلمين وزيادة نموهم وخدراتهم الحاجة التالتة اللي هو المتابعة والتقوين تطوير المتابعة والتقوين ثلاث مجالات يتم انفاقهم 500 مليون دولار في هذا الجال الاتحاد الاوروبي ادنى 80 مليون 80 مليون دولار الاتحاد الاوروبي أظن ما يكون فيه تمويل بهذا أما يكون وزير الاتصالات واقف مع وزير التربية والتعليم أما يكون الشركات بتاعة المحمول الكلها بتساند وقفها على الناس لا قضية مصرية قضية دولة يعني بشوف سيابتك إذا كان الأربع السنوات الأولى الرئيس بنى فيها اه 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 هذه السنوات الريس موتن ببناء الإنسان طيح خاليني عشان الناس على التليفونات منها خليفتك يعني عاوزي خليفوا اطمئنوا لأن الأمور طيح اه انا من يكمل نسكندرية اه 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 انا افتني اعدادي انا انا افتني اعدادي اه اه انت بعد سنة يعني بعد سنتين حتدخلي اه 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 وحينطبق عليك هذا الكلام ان شاء الله اه دلوقتي في حاجة ان احنا يعني من احنا في كيدي احنا متعودين الدراسة بتاعتنا بتبقى في الكتب تمام ان هما مرة واحدة يغيروا النظام بتاعنا يخلوه على التابلت احنا اصلا مش متعودين عليه تهمي طيب ان هو مرة واحدة نظام بتاعكو هيتغير وحيبقى على التابلت هل تفضي ما ليه انت ما بتشتغل ايه انت عارفة يعني الانسان مش هينفع يخاصم التكنولوجيا او يبتعد عنها يعني خلاص اصبحت واقعا في حياتنا بس خلينا يعني معقولة انت ما بتشتغليش على ايباد او لابتوب او موبايل ايو ايو عندي اللابتوب تاعي وعندي الموبايل تمام ما هو بالضبط ده هو الجهاز هنشوف لسه الوقت تعليق الوزير عن هل الشبكة ممكن تكون بطيئة ولا لا الوزير عن لا هنسمع ده بعد قليل يعني ايه الوزير المتابل ده دعم المعرضين للمعرض المحمول ووفرين الفين مدرسة دخلها الانترنت الفين مدرسة دخلها الانترنت الارضي بير الانترنت التاني اللي الشركات اسمعهم عشان بس هم اللي عندهم مخاوف يا جماعة عشان لما يسمعها يعني ما فيش مفر من تطبيق نظام جديد يعني اللي عاوز يقول خلونا في قديمه وانتو عارفين الشعب النص اللي هيحب التغيير يعني فأي أم هتقولك يعني شمع ان انا زميله بتاع السنة اللي فاتت سنوية عامة ودخل كل الطب دلوقتي وصيرت في الطب وصيرت في عدادة طب وصيرت في عدادة هندسة وصيرت في عدادة صحيب ملا فخلينا يعني ما فيش مفر من ان احنا نواكب التطور الحدث في المكتب طيب ماليك يعني دي مشكلتك ولا عندك مشكلة تانية او هي دي مشكلة ان احنا يعني فهنا يعني احنا نخدر ان هو حاجة دراسية ندرس فيها طيب عايزة عايزة طيب أستاذة ياسمين ياسمين